موسيقى في يوم من الايام وفي لحظة من المحظات وفي مرة من المرات كان في اسمين واحد معرب والتاني مبنى والحرب بينهم مستمرة والفصل بينهم مستحيل المبنى سابت في النهاية والنطق واحد هذا حاكم عادل سلمت على هذا الصديق رأيت هذا الرجل في الطريق والمعرب حالاته تتغير ما بين الرفع مرة والنصب مرة والجر مرة ممكن يبقى فاعل زي محمد رجل عادل وسلمت على صديقي عادل ورأيت حاتم في الحديقة ولما نرجع للمبنى يبنى المبنى بيكون ستة والسابع ملوش مكان لايك وشير تحت على اليمين في زر الاشتراك في القناة نلقص عليه ويلا تابع الشرق عشان نعرف بقية الحكاية نعرف اول حاجة الفرق بين الاسم المعرب والاسم المبنى ده درس المعرب والمبنى من الاسماء زي ما تعودنا مع بعض عشان نبدأ اي درس نعرف السؤال بيجي ازاي وكل الامثلة بتاعتنا هتبقى عبارة عن اسئلة طب كيف يأتي السؤال يجي لك في الامتحان يقول لك استخرج اسم المعربا واخر مبنيا ولكن يجي يقول لك مع ذكر السبب نبدأ كده ونعرف واحدة واحدة ايه هي الاسماء المعربة وهي ايه هي الاسماء المبنى ويعني ايه اسم معرب ويعني ايه اسم مبنى لاحظ التلات امثلة اللي حضتهم لك دلوقتي زي هذا عالم عابد سلمت على هذا الصديق رأيت هذا الطالب في المدرسة فيه ثلاث كلمات في ثلاث جمل هذا فوق في اول مثال لما نيجي هيعرف هذا هتلاقي ان هي المفروض تبقى مبتدى مرفوع بالضم او هنعرف كمان شواء ان هو اسم اشارة مبنى في محل رفع مبتدى طب يا مستر وانت بتقول هذا انا ما سمعتش الضم في الاخر تمام؟ طب بص على اللي جاي دي عشان تتأكد كمان مرة سلمت على هذا هذا هنا جاي قبلها حرف جرب فالمفروض ان هي تبقى اسم مجرور برضو يا مستر وانت بتقول هذا انا سمعت نفس النطق اللي فوق ما لقيتش كسرة تحت القلف بتاعت هذا طب بص المثال الجاي رأيته هذا المفروض هذا تمام من فعول به مبسوط بالفتحة تمام؟ برضو ما شفتش ما سمعتش الفتحة هنا او ما شفتهاش تمام؟ هو ده الفعل او الاسم المبني الاسم المبني ان اخر حرف بيكون ثابت سواء جه مرفوع زي اول مثال او جه مجرور زي تاني مثال او جه منصوب زي تالت مثال طب لما ليجي نبص احنا لاحظنا هنا ان النطق او ثبوت النطق في ان فيه كلمة هذا في التلت امثلة رغم ان التلت امثلة هذا مختلفين في ايه؟ في الاعراب من هنا هنقش على الاسماء المبنية يبقى انا عرفتكم الاسماء المبنية معناها هو ثابت نفق الحرف الاخير مع اختلاف اعرابه سواء كان مرفوع او منصوب او مجرور الاعراب او النطق بيكون واحد السؤال ازاي استخرج اسم مبني؟ احنا عندنا فيه ست انواع من الاسماء المبنية ايه هم الست دول؟ طبعا غير الستة هيكون معرب معرب يعني تدور على فعل مرفوع بالضم تدور على كلمة ظاهرة زي المعلم زي المدرسة زي طالب اي كلمة من الاسماء اللي انت هتشوفها في القطعات غير كلا بيكون كل ده بيسمي ايه معرض نمسك اول قسم من اسماء المبنية وهو اسم الاشارة الاسماء الاشارة كلها من المبنيات ما عادة اسمين هقولك عليهم دلوقتي يعني هذا هذه هؤلاء كل ده اسمه مبني يبقى انا لو طلب مني طلع اسم مبني هدول على اسم اشارة من اللي موجودين قدامك سواء كانت هذا او هذه او هؤلاء او ذلك وتلك واؤلائك وركز في دول جدا اللي تحت ذلك وتلك واؤلائك عشان في ناس كتير غيبة عنها او مش عارفينها زي اللي فوق وبتيجي كتير في الامتحان طب كل اسمان اشارة مبنية لا في اتنين مش مبنيين بيترفعوا عادي بيترفعوا هنا بالالف ويقولك هزين او هتين تبقى منصوبة او مجرورة باليع يبقى كل اسمان اشارة مبنية لو طلب مني اسم مبني هدول على اي اسم اشارة معادة هزان وهتان طب لما نجي نبص على الاعراب هنعربه ازاي هذا مثال هو قدامك هذا عالم المستقبل هذا ده اسم اشارة والاسم يعني جملة اسمية المفهوب بتتكون من مبتدأ وخبر هل هنا هقول على هذا دي مبتدأ مرفوع بالضمة لا احنا كبرنا دلوقتي مش هيبقى مبتدأ مرفوع بالضمة وما نقع عربه ازاي هو ده درس المعادة لما نجي نعرب هذا كده هقول عليها اسم اشارة اول حاجة بعرفه ان هي اسم ايه اسم اشارة تمام يبقى اول حاجة عرفت له ان ده اسم اشارة وانا نستعرف ان اسم الاشارة ده على طول بيكون مبنى يبقى اقول اسم اشارة مبنى بدل ما اقول اسم اشارة مبنى مبتدأ مرفوع بالضمة طبعا مش هينفع مش لايقى ما بقول اسم اشارة مبنى فين في المحل مبنى في محل ايه رفع مبتدأ بدل ما اقول مبتدأ مرفوع بقول رفع مبتدأ يبقى الموضوع سهل جدا انا بعريبه عادي مبتدأ مرفوع بالضمة ولكن لما اجي اكتب الاعراب المزبوط بقى عن رفوره الاول بقول ان هو ده اسمه اسم اشارة. والاسم الاشارة ده بيكون مبني على طول. وبدل ما اقول له منفوع بالضمة لا اقول له فيه محاملة رفعة. طبع. مسال تاني عشان انا ما افهمش من المسال اول. رأيته ذلك الرجل في نهاية الشارع. فين اسم الاشارة هنا? او فين الاسم المبني? اه سامح حد بيقول لي ايه? ذلك ممتاز. ذلك ده اسم اشارة. طبع. لما نيجي لعربه. المفروض رأيته التأتأ الفاعل ورأة فعلي ماضي. رأيته مين? ذلك ده او رأيت الراجل ده ذلك يعني ذلك دي ما فوت ما مفعول به. هل لما اجي عريبها هقول عليها مفعول به منصوب الفتحة? خطأ. الدرس ده باخدينه عشان نعرف 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 مصبوط. ذلك هنا اسم اشارة. بعرفه للأول. واسم الاشارة عارفين ان هو مبني. يبقى اسم اشارة مبني في محل. بدل ما كنت بقول له مفعول به منصوب الفتحة? لأ هشاء لنبقى. هقول له في محل نصب المفعول به. بدل ما اقول مفعول به منصوب? لأ في محل نصب مفعول به. يبقى ذلك اسم اشارة مبني في محل نصب مفعول به. مثال تنا عوالجر سلمته على هذه الفتاة. هذه لما نيجي انت بقى لا تشتغل معي انا قلت لك مثالين. هذه اتفاعل. اول حاجة بنعرفه بنقول له ده اسم ايه? اشارة. ممتاز. طب المفروض دي لو كانت كلمة عادية كنت تقول عليه اسم اسم مجرور وعلام الجرور كسرة. هنا بقى مشكلة معادية ده اسم مبني. فبقول له ايه? اسم اشارة مبني في محل جر اسم. بدل ما بقول اسم مجرور? لا في محل جر ايه? اسم. دي اول حاجة من الاسماء المبنية وهو اسم الاشارة. تاني حاجة بدور عليه في الامتحان بدور على اسماء الموصولة. زي ايه? زي اللذي زي اللتي زي اللذينة زي اللائي زي اللاتي. الاسماء الموصولة كلها مالها مبنية معادة حاجتين. ايه هما الحاجتين دول? اللازان واللتان. فاكرين هازان وهتان في اسماء الاشارة? اللازان واللتان برضو بيقربان اعراض المسنين. يعني ايه? لو كانت اخرها الف ونون ونون زي اللازان واللتان. هتبقى مرفوعة بالالف. لكن لو كان اخرها ياء ونون. تمام? هتبقى منصوبة او مجرورة بالياء. حسب نوع او حسب الجملة اللي قدامي. طب. مثال. الذي يقول الحق قليل في هذا المكان. يعني اللي بيقول الحق قليل جدا في هذا الزمن ده. في هذا الزمن. طب. الذي دي اسمه والاسم يعني دي جملة اسمية بتتكون مبتدأ بخبر. فاي واحد زكا يقول اللازي ده ايه مبتدأ مرفوع علامة رفع الضمة? اقول له لا هنا غلط. ليه? المفروض ان اول حاجة باعرفهولو بقوله ان ده اسم موصول. تمام? بقوله ان هو ده اسم ايه? موصول. وبعد كده بعد ما بقول اسم موصول بقول ان ده اسم موصول مبني. وبدل ما كنت بقول له مبتدأ مرفوع بالضمة لا اقول له مبني في محل رفع مبتدأ. يعني بدل مبتدأ مرفوع يبقى في محل رفع مبتدأ. ده بالنسبة للاسماء الموصولة. يبقى كده خدنا. لما نجي ندور على اسم مبني هدوع على اسم اشارة. ما لقيتش. معادة اللازانة ولا تاني. ما لقيتش اسم اشارة. دوع على اسم موصول. ما لقيتش اسم موصول هدوع على اسماء الشرط. ايه اسماء الشرط اللي خدناها في قول عدادي? لما نجي نقول مسلا اسم الشرط زي من يزاكر ينجح دي جمل الشرط. فعندك ادوات الشرط كلها معادة اداء واحدة اقول لكم عليها دلوقتي هي اللي مش مبنية. كل اسماء الشرط مبنية. من? لو لقيتها في القطعة مبني ما مبني مهما متى اينما كيفما حيثوما بشرط ان هي تكون موجودة في جمل الشرط مبني. كل اسماء الشرط مبنية معادة ايه. ايه هي الوحيدة اللي معربة وليست مبنية. خلي بارك مني. طب. مثال اينما تكون يحفظك الله. في اي مكان هتكون موجود فيه ربنا هيلعاك ويحفظك. لما نجي نعرف اينما. اول حاجة بقول له ده اسم اشارت. اسم ايه شرط. واسم الشرط على طول بيكون مبني. تمام? احنا اتفقنا. كل الاسماء اللي بنخدها دلوقتي هي اسماء مبنية. فده اسم اشارت مبنية. وبدل ما كنت بقول له مفوضة بقول له مبتدأ مرفوع. فبدل ما اقول مبتدأ مرفوع بقول له في محل رفع مبتدأ. يبقى اينما اسم شرط مبني في محل رفع مبتدأ. كده خلصنا تلات حاجات ناقص تلاتة. يبقى كده خدنا آآ كل اسماء الاشارة معادة هزان وهتان. كل الاسماء الموصولة معادة اللزان واللتان. كل آآ الاسماء الشرط معادة اي كل ده مبنية. طب. لما نجي الرابح حاجة. اسماء الاستفهام اللي احنا منلاقها في الاسئلة. ازا لما اجي اقول لك كيف? حالك? اين? تعيش? متى? لماذا? ماذا? كم? كل اسماء الاستفهام مبنية. يبقى اي اداة الاستفهام تقابلك في القطعة تقول عليها ان هي اسم مبنية. ما عادة مين? ما عادة اي? اي دي معربة. هي الوحيدة من اسماء الاستفهام اللي بتبقى معربة. طب. ناخد مثال عشان نطبع اللي احنا منقول. يلا قرأ كده معي يا خلد. لماذا لم تمارس الرياضة اليوم? انت ليه ما لعبتش الرياضة النهاردة? تمام. نمسك لماذا دي? لماذا دي? المفروض ان هي اسم. تمام? صح ولا لا? فاي حد هيقول لي الاول ان هو مبتدأ مرفوع بالضمة. المفروض ان هنا ان اول حاجة بعرفه ربقوله ده اسم الاستفهام. وبعد كده اعرفه ان اسم الاستفهام ده على طول بيكون مبني. وبدل ما كنت بقوله المفروض هنا خبر مقدم. تمام? هي دي خطأ هي مش مبتدأ. هي خبر بس خبر مقدم. فبقول له اسم استفهام مبني في محل رفع خبر مقدم. هو ده الاعراض بتاع اسماء الاستفهام. خامس حاجة ودي هنطول فيه شوية. الضمائر. الضمائر لما يجي يطلب منك في الامتحان ويقول لك استخرج ضمير او استخرج اسم مبني. دور على اي هاق مربوطة. هاق مش نقطتين فوقيها. اللي فيها نقطتين دي اسمها تق مربوطة. دور على اي هاق مربوطة موجودة في القطاع. وتخطه هالو. وتقول له الضمير ده اللي متصل بالكلمة هي الاسم المبني. طب. الضمائر لما نجي رجاحها كده انا رجاحها بسرعة وهسيب لك لندرس ده بالتفصيل تحت الفيديو. الضمائر عندنا الضمائر فيه منفصلة. ضمائر متكلم انا ونحن. المخاطب انت وانت وانتما وانتما وانتنا. الغائب هو وهي وهم وهم. لو لقيت اي ضمير من دول قول على طول ان هو ده مبني. طب. امثلة على الضمائر لما اجا اقول لك انت على خلق عظيم ده اللي همني في الموضوع ده. انت ضمير والضمائر زي الاسم يعني دي جملة اسمي. فالاعراب القديم كنت اقوله على انت دي مبتلق مرفوع بالضم. غلط احنا جبلنا دلوقتي وخدنا الدرس. ومفروض ان احنا نعرفه صح. انت هنا وش مبتلق مرفوع بالضم. وما انا اقول عليه ايه? هعرفه الاول زي ما اتعاون. ده ضمير. ضمير ماله منفصل. وبعد كده بقوله ان هو ضمير منفصل ماله مبني. وبعد كده اقوله بدلا ما كنت بقوله مبتلق مرفوع لا. مبني في محل رفع ايه? مبتلق. مثال ثاني. هو لاعب محترف في الخارج. هو ضمير والضمائر من اسماء واي اسم. جملة اسمية مبتلق وخبر. هل هقوله على هو مبتلق? لا. بعرفه الاول. بقوله ان ده ضمير. والضمير مبني. مبني في محل رفع مبتلق. تمام? اظن ان الموضوع الارب بقى سهل وبسيط جدا. في مجموعة من الضمائر اللي هي الضمائر المتصل. ايه? يعني زي تائل فاعل. على طول تقوله ده ضمير متصل مبني. زي اكلته الطعام وكله. اتاهنة تائل فاعل. فده ضمير مبني في محل رفع فاعل. الطالبان كتباء الدرس الف الاسنين موجودة في كتبة معلمها لك ايه? فده ضمير مبني في محل رفع فاعل. دخلوا واو الجماعة. على طول دي كلها اسمها ضمائر مبنية. النس والفتاة تلعب آياء المخطبة كيف تكتبين واجبك. آآ يبقى اي ضمير بيكون ضمير ايه? مبني وبعد كده بشوف اعراب. برضو الضمائر المتصلة بتكون مبنية زي اللي فات دي ما كان دي اسمها ضمائر المتصلة. لو كان الضمائر نصبة او جرزة كاف الخطاب اكرمك اللي كاف هنا ضمير مبني في محل نظل مفعول به. ليه? بقول اكرم ما اللي اكرم الله؟ اكرمك انا اللي تم اكرامي يبقى انا مفعولonic يبقى الكاف لما اعرفها بقول ضمير مبني في محل نظل المفعول برضو هائ기 الغيبة من الضمائر المبنية. علمته النحو. ليه هنا انا اللي تم تعليمي والمدرس هو اللي علمني يبقى انا مفعول به. المفروض هقول عليها مفعول به? لا احنا اعرفنا خلاص. بقولوا عليها ضمير مبني في محل نظم مفعول به. نفس الامر في ياء المتكلم ساعدني اخي. الياء هنا اسمها ياء المتكلم. عيدة علينا. انا اللي تم الاخوية هو اللي ساعدني. يعني انا المفعول به. في ياء المتكلم هنا ضمير مبني في محل نظم مفعول به. آآ برضو عندنا لك الخير كله. لك فيه كيف وقبلها اللام حرف جر. ما مينفعش كيف اسم مجهول? لا بقول له ضمير مبني في محل جر اسم. آآ برضو عندنا له الكون كله. قلمة كله فيها الغائمة موجودة في الاخر. واي اسم اي ضمير مرتبط باسم بيبقى ضمير مبني في محل جر مضاف إليه. قاعدة ثابتة كلا. اي ضمير متصل باسم بيبقى ضمير مبني في محل جر مضاف إليه. ملخوظة في الضمائر اي ضمير متصل باسم نسا مأكد عليها دلوقتي ضمير المبني في محل جر مضاف إليه. كلا خلصنا خمس حاجات من الاسمائر المبنية نقص حاجة واحدة بس بعض الظروف. هم بالزبطة حوالي آآ اربعة تمام? اربعة او خمسة. نمسك اول واحد حيثو. هم معدودين على سابع ايدك يعني هما فيش غيرهم. حيثو ده اسمه ظرف والظرف ده مبني. حيثو بس مش اي ظرف محدش يقول لي امام وفوق وتحت يقول لي ده ظرف مبني. لا الظروف دي كلها منصوبة مش مبنية. فحيثو ده ظرف مبني. مبنى على ايه? ولا بنتقى بقول حيثو في ضم في الاخر يبقى ده ضمير او ظرف مبني على الضم. احنا بنحكم على اعراب او حركة اخر حركة. منذو برضو ده ظرف مبني على الضم ان اخر حركة ضم. طب ايه تاني بكلا حيثو منذو امسي هنا ظرف مبني على الكسر. اعرفت ازاي ان اخر حركة كسرة. ايه تاني هناك انا ظرف مبني على الفتح. اعرفت ازاي ان اخر حركة فتحة. قبل. قبل ده ساعات بيجي معرفة وساعات بيجي مبني حسب نوع الجملة اللي قدامك. تمام? وعندنا كمان في ظرف زي ايه? الانة بيبقى ظرف مبني على الفتح. ده كلا باختصار شديد او ده الدرس بتاع الاسماء المبنية. يبقى خلاصة القوم لما نيجي يطلع يجي يقول لك هات اسم معرب دول على اي اسم انت اعرفت في الجملة سواء كان فاعل او مفعول او خبر او مبتدأ بس يكون اسم ظاهر زي محمد زي احمد زي الطالب زي المعلم زي كرسي اي اسم عادي غير الاسماء الستة. قل لك دول على اسم معرق اسم مبني يبقى هتدول على اي ضمير ده اول حاجة اتدول عليها. ملقيتش ضمير هتدول على اسم اشارة معادة اللازم والنتان او هتدول على اسم موصول معادة او هتدول على اسم موصول او هتدول على بعض الظروف او الدمائر او الحاجات السفن اللي اتنا كنا عليها. اتمنى ان انا تكون وصلت المعنوات بشكل موجز وبسيط. اه دي قناة حكاية والنحوة ياريت قبل من نمشي سبسكرايب ولايك شير موسيقى